بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته كليات أصول الدين هي أولى كليات جامعة الأزهر وقد أنشأت بمقتل القانون 49 لسنة 1930 وظلت الكليات تسير فق هذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 103 سنة 1961 والخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتتكون كليات أصول الدين بالقاهرة من أربعة أقسام علمية هي قسم التفسير وعلوم القرآن قسم الحديث وعلومه قسم العقيدة والفلسفة قسم الدعوة والثقافة الإسلامية وفيما يتعلق وفيما يختص بقسم العقيدة والفلسفة من بين هذه الأقسام فإنه يختص بدراسة التوحيد والمنطق والفلسفة والأديان والتصوف والأخلاق والطيارات الفكرية وقد تقلل رئاسة القسم عدد من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث منهم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر السابق فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دنيا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زأزو فضيلة الأستاذ الدكتور محي الدين الصافي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المعتب يومي فضيلة الأستاذ الدكتور حسن محرم الحويني فضيلة الأستاذ الدكتور طاهد سوق حبيشي فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عفيفي فضيلة الأستاذ الدكتور سيد فرج الغول فضيلة الأستاذ الدكتور جمال سعد فضيلة الأستاذ الدكتور جميل إبراهيم وتولى رئاسة القسم حاليا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين والذي يشهد القسم في فترة رئاسات الحالية نشاطا علميا ملحوظا شهد به طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والذي تمثل في عقد عدد من الندوات العلمية حاضر فيها عدد من أعلام الفكر الإسلامي والفكر الفلسفي في مصر وكذلك عقد مراجعات دراسية لطلاب الكلية في الفرق الأربعة وعقد مقرأة للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وإجازة وتكريم الطلاب المشاركين والمتفوقين في الأنشطة والمسابقات الجمعية ودوم القسم حاليا عددا كبيرا من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحاضر وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي وزير الأوقاف السابق وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري عميد الكلية السابق وعضو هيئة كوار العلماء وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله محي عزب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحمود الجمل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسر جعفر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبداللهب محفوظ وغيرهم من كبار علماء الأزهر الشريف ويدرس الطالب الذي يلتحق بالقسم العقيدة والفلسفة في الفرقة الثالثة عددا من المواد موزعة على فصلين دراسيين وهي التوحيد الفلسفة الإسلامية الفلسفة اليونانية الفرق الإسلامية منطق حديث أدب بحث طيارات فكرية معاصرة ميلل ونحل تصوف أخلاق إسلامية علم نفس ويدرس في الفرقة الرابعة توحيد فلسفة إسلامية نصوص فلسفية وقرآنية فلسفة أوروبية في العصر الوسطى فلسفة حديثة علم اجتماع تصوف تيارات فكرية معاصرة ويكون الطالب بعد دراسات لهذه المقرارات يمتلك مهارات معرفية تمكنه من التعمق في مطالعة أمهات الكتب كما يكون قد امتلك مهارات تمكنه من البحث والحوار المناظرة وتجعله صاحب أفق علم واسع يتقبل أراء الفكرية المتعددة ويوازن بينها ويختار ما يتوافق مع قواعد العقل والمنطق في النهاية أدعو الله لكم جميعا بالنجاح والطفيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته